السلام عليكم معكم مدرم محمد نكمل في الفيديو السريع بتعليقه اليوم عن الاسبايسنج والأريا اللي هي أدوات البربيليت اللي تحت تكلمنا سريعا عن البينت والسكتر والتعامل ما بينهم أو مع بعض هكلمك دلوقتي عن الاسبايسنج والأريا خلينا بس ناخد الاسكتر اللي هنا اللي هو عندي من السين همسحه وبالنسبة لي عايزة خليك تشوف اسلوب البربيليت أول حاجة نتكلم عنها الاسبايسنج اتذكر الاسبايسنج هي الحدود الاريا هي كل ما جوه الحدود نفسها لو دوست على الاسبايسنج أو الاسبايس من هنا هتلاقي الماوس اتقلبت كأنها بقت نقطة برتواني كده اعمل الحدود اللي عايز تكون فيها الحاجة بتاعتك زي ما تشايفه هتلاقي ان فيه مثلا الكيرف ده شايفو لو نزلت تحت هنا هتلاقي فيه الباث تنشن أو الباث الشاربنس بتاعته تزودها لو عايز تزودها أو تقللها يعني هتلاقي عندك هنا دلوقتي الكون شايفو ممكن اخليه 2 ممكن اخليه 13 ممكن اخليه 27 فممكن تزود من هنا قبل ما اضيف العنصر عشان الموضوع يبقى عندك سهل شوي وباقي البرامتر عندك عم متى طب تعال نضيف كده شجر مثلا أو زرع نضيف حاجة زي هنا مثلا نختار حاجة من الحاجات الموجودة هنا عشان صغيرة بس وأرميها كده قادي الشكل بتاعك اضيف حاجة تانية ممكن حاجتين اضيف حاجة تالتة اهو ثلاث حاجة فكده انت ضفت عندك ال spacing هل بس للشجر لأي عنصر لو انا جيت هنا مثلا مسحت كل ال FnBD دول delete وجيت لل library ضفت حاجة تانية خالص home ضيف اي حاجة شمسية طبعا بس اعمل لها download اول حاجة امسكها واميها عندك انا بس هيعمل update هتلاقي الشمسية جات في كل مكان نفس المبدأ بقى نيجي بقى في ال area وانتبه كنصيحة مني اللي انا شفته ال area الاحسن تبقى في الحتة الكبيرة مش مثلا حتة زي كده تقولي خلاص اعملها area فادوس على populate من هنا وادوس على ال area وابدأ اجي اعمل area مثلا من هنا ال هنا ال هنا ال اخير الحتة الصغيرة زي كده انت ممكن تعملها قطعة قطعة لان هي حتى صغيرة اصلا لكن عندك حيس كبير وليكن حتة add كده فعايز تعمل فيها في ال area دي كلها عايز تعمل شجرة فقار هنا بقى الموضوع بتلاقي ان فعلا ال area بتوفى عليك وقتك بيه وعندك ال spacing قللها ازودها الى اخر واضيف العناصر اللي انت عايز ممكن تيجي الشجر فاضيف شجرة عندي اطلع فوه بس اضيف شجرة زي كده لو دس تقليك عليه asset properties هاقلل احاول اقلل العمر بتاع الشجرة عشان بس يبقى صغيرة تبقوا شايفينه يعني اوه اضيف اي حاجة انا عايزة بقى مع باقي ال parameter اللي عندك هنا فبمعنى تانى ممكن اشتغل all area في حتة زرع زي كده بس هتتعف ال edge خلينا اوضح لك هاجي populate هدوس على area وكأنه عايز هنا في الحدود اللي هي ضمن الحدود بتاعت الارض المسطحة اللي هي الطينة او بتاعت الزرع عايز احط نخل متر فاجي هنا اخطر او شجر او نخل اي حاجة ادي النخل اضافة هدوس بس تقليك عليه وخلي ال asset props بتاعه يكون صغير طبعا انت مش شايف حاجة لانه هو spacing قليل من هنا شايف هتلاقي زي ما قلتلك من شوية spacing حتى لو قللته قوي شايف النخلة دي هتلاقي طلعت من حدود وهتلاقي في بعض النخلة لو طلع من حدود فعشان كده هو مش غلط بس مش هيكون افضل حل للحيز الصغير هو الافضل له حيز كبير مكان واسع بعدما تعد تعمل شجرة 2-3-4-5-2-2 اكيد مش هتلحق يعني واحدة واحدة ولكن دي بقى معمولة اكتر لحاجة زي كده ده رأيي الشخصية تمام فده سريعا ال populate اللي هي spacing و area spacing و area اشوفكم ان شاء الله الفيديو جاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة